تنتشر فرق التحصين كل صباح من أيام الحملة الوطنية الطارئة ضد شريل الأطفال وتسعى بكل جهد للوصول إلى أكبر قدر ممكن من المستهدفين وأباب مكاتب الصحة تتواجد فرق التحصين لتختتم الحملة بعد أيام من النزول الميداني إلى كل أنحاء مدينة تعز بدأنا في انتشار الحملة في يوم 15 سبعة وها هنا نحن الآن في نهاية انتهاء هذه الحملة أن يبدأ الفريق في التوزيع الساعة الثامنة والنصف الساعة الثامنة صباحا ويستمر توزيع الفرق على المربعات والتوزيع دورنا في مكتب الصحة الإشراف على الحملة كذلك التوعية الرافضين والآباء لديهم معتقدات عن اللقاح أو عن الحملات أو عن المنظمات بشكل عام هذه الحملة كانت نوعا ما أفضل من الحملة السابقة من حيث الإقبال واستهدفت الحملة ثلاثمائة وخمسة وثلاثين ألف طفل وطفلة دون سن الخامسة وشارك فيها أكثر من ثلاث آلاف آمل صحي ومشرف ميداني في سبعة عشر مديرية من مديريات المحافظة نزلنا بالنسبة للمشرفين وعاملين صحي وغطينا العمل من منزل لمنزل ومجمع من الفرق انتشرت في كل منطقة وحصلنا بعض الصعوبات لكن الحمد لله مش صعوبات كثيرة اتقاوزناها وعدينا المشكلة والحمد لله اهم عوقينهم للحملة هذه والحملات السابقة هو الشائعات والرفض الديني نتلافي بتكسيف التثقيف ونزول التثقيف الميداني من منزل لمنزل وكذلك في وسائل التواصل الاجتماعي وعبر عقال اشراك خطبة المساقد وعقال الحارات في الفعليات والوريش للحاج لحملة التحصين وتأتي اهمية التحصين كاجراءات وقائية احترازية ضد شرع الاطفال الفيروس الذي عاد من جديد الى اليمن وخاصة هذه الايام احمد مكيبر قناة سهيل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة